نظمت الأمانة العامة للتظلمات ندوة حوارية مفتوحة تحت عنوان تعزيز احترام حقوق الإنسان الواجبات والتحديات وذلك بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام وشارك في هذه الندوة نخبة من ممثلي الجهات الرسمية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان للتعريف بمسيرة التطور الحقوقي في مملكة البحرين بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان عقدت الأمانة العامة للتظلمات ندوة حوارية بعنوان تعزيز احترام حقوق الإنسان الواجبات والتحديات بحضور لفيف من المشاركين مثلوا العديد من الجهات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ارتعينا أن نتشارك مع المؤسسات التي تمثل الآليات الانتصاف الوطني الاحتفال بهذه المناسبة تعزيزا طبعا لحقوق الإنسان والتي تعتبر في مملكة البحرين من الرواد والتي تتحدى فيه المملكة نفسها بكثير من الإنجازات كل عام طبعا منظمات المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من المجتمع بشكل عام فتوجد علاقة وثيقة بحيث أن الأمانة العامة تتلقى أي شكاوى أو طلبات مساعدة من هذه المنظمات بالنيابة طبعا عن سواء المواطنين أو المقيمين ويتم التحقيق فيها ويتم الرد على المنظمات بتقرير مفصل عن النتائج التي تتوصل إليها الأمانة العامة للتظلمات وتناولت الندوة التعريف بمسيرة التطور الحقوقي في مملكة البحرين بمسارات متكاملة ومنها إنشاء الأجهزة الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان إلى جانب استعراض أوجه التعاون بين هذه الأجهزة والمؤسسات ضمن الأطر القانونية العمل الحقوقي بشكل عام هو عمل متواصل ويجب الدفع فيه وليس فقط من الرأس الأكبر وبالقيادة قيادة البحرين فقط وإنما شعب البحرين وممثل بالجمعيات المجتمع المدني ممثل بكل إنسان على حدة يجب أن يعرف حقوقه وواجباته أعتقد مثل هذه الندوات مهمة التواصل بين الآليات الوطنية والأجهزة المعنية بحماية حقوق الإنسان مهم جدا نتبادل الأفكار الرأى النقاش هذه كلها يسهم في تطوير الجهود اللي وصلنا لها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في منظومة عدالة الجنائية في البحرين وإحنا التخاصة لها دور مهم جدا ومحواري في منظومة عدالة الجنائية يتمثل في أنها المختصة في تحديد المسؤولية الجنائية في الدعاوات التعذيب وإساءات المعاملة الحمد لله خلال سنوات عملها 11 أثمر عملها عن خفاض معدلات جنائية التعذيب لم يزيد عن 70% هذا وتطرقت الندوة أيضا مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ومنها كيفية اكتساب ثقة الجمهور ونشر ثقافة احترام حقوق الإنسان وعلاقتها مع منظمات المجتمع المدني حيث تتجلى أهمية حقوق الإنسان في مملكة البحرين من خلال الجهود المستمرة والمتواصلة لحماية وترسيخ تلك الحقوق وضمان احترامها تأتي هذه الندوة للتأكيد على المسيرة النيرة في مجال حقوق الإنسان منذ تجشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم من خلال جملة من المواضيع التي رسخت وعززت هذه الثقافة في هذا المجال طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر